بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم أحبابنا الكرام الله عز وجل أمرنا بالتقوى والتقوى هي خير ما يتزود به الإنسان والتقوى معناها أداء الواجبات واجتناب المحرمات فمن أدى ما أوجب الله تعالى عليه واجتنب ما حرم الله عليه أدى حقوق الله عز وجل وحقوق عباده فهذا هو التقي هذا هو المتقي لربه عز وجل والمحرمات على قسمين كبائر وشغائر كما قال الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وكما قال سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة فهتان الآيتان تدلاني على أن الذنوب منها الكبائر الفواحش ومنها ذنوب هي دون ذلك سميت في الآية الأولى بالسيئات وسميت في الآية الثانية باللمم هذه الذنوب يقال لها الصغائر فيفهم من هتين الآيتين تقسيم المعاشي إلى هذين القسمين الذنوب الكبيرة والذنوب الصغيرة ومعنى الآيتين التي ذكرناهما أن المؤمن الذي يجتنب المعاشي الكبيرة ويموت على ذلك الإنسان المؤمن الذي آمن بالله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وليس عليه كبيرة مات مجتنبا للكبائر إلا أنه كانت عليه بعض الذنوب الصغيرة بعض السيئات بعض اللمم فهذا الإنسان الله عز وجل لا يعذبه على هذه السيئات الله تعالى من رحمته من فضله عز وجل أخبرنا في هتين الآيتين أن المؤمن إذا اجتنب الكبائر يغفر الله له الصغائر الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحشة إلا اللمم أي إلا اللمم لم يجتنبوها قال الله إن ربك واسع مغفرة ولذلك كان مهما ومن الأمور التي ينبغي للإنسان أن يعتني بها أن يتعلم ما هي المعاصي ليجتنبها ما هي الذنوب ليتركها إن كانت صغيرة وإن كانت كبيرة المسلم ينبغي له أن يحرص على البعد عن الذنوب كلها لكن إذا ارتكب شيئا من الذنوب فإن كانت كبيرة أو صغيرة ينبغي له أن يتوب منها وينبغي أن يكون بعده وحرصه على أن لا يرتكب الكبائر أعظم وأكبر لأن الكبائر من مات مصرا عليها أي من مات وهو غير تائب منها لم يكن قد تاب منها لم يرجع عنها قبل الموت فهذا الإنسان قد يعذب في الآخرة في نار جهنم بسبب ذنبه الكبير هذا فلا ينبغي للإنسان أن يستسهل فعل الذنوب لا الصغيرة ولا الكبيرة يعني حتى الصغائر لا يقول الإنسان هذا ذنب صغير هذه المعصية من الذنوب الصغيرة ليست من الكبائر فأنا أفعل هذه الصغيرة أو يقول الصغائر إذا أنا عملتها ثم ميت من غير توبة منها الله يغفرها لي لعل الإنسان يجره ارتكاب الصغائر إلى الكبائر كم من الناس يحقر بعض الذنوب الصغيرة أن يراها شيئا صغيرا هينا فيفعله فيجره ذلك شيئا بعد شيء إلى الوقوع في الكبيرة لماذا؟ لأنه استسهل الذنب لأن قلبه صار قاسيا وإن أبعد القلوب من الله عز وجل القلب القاسي كما قال عليه الصلاة والسلام فالمؤمن ينبغي أن يشقل قلبه بالاستغفار أن يكون مديما للاستغفار وللتوبة ألا يسوف التوبة وأن لا يؤخر توبته وإنما يبادر إلى التوبة طيب وما هي الكبائر وما هو تعريفها؟ أولا الكبيرة هي كل ذنب يدل على عدم اكتراف الإنسان بأمر الدين يدل ارتكابه له على أنه ليس مكترثا لأمر الدين ليس مراعيا لأمر الدين على ما ينبغي وقد عرفها العلماء عرف بعض العلماء الكبيرة فقال هي كل ذنب ورد بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه ذنب كبير أو عظيم أو علق عليه حد وشدد عليه النكير أو لعن في الكتاب أو في السنة على لسان رسول الله شاء الله عليه وسلم من فعله فهذا كله يعد من الذنوب الكبيرة وعدد الكبائر على ما قاله بعض العلماء نحو سبعين وبعض العلماء عدها أكثر من ذلك وعلى أي حال نحن سنذكر بإذن الله جملة من الكبائر التي اتفق العلماء على أنها ذنب كبير بإذن الله عز وجل وحتى يسهل تمييز الكبائر من غيرها نظم الإمام السيوطي رحمه الله تعالى خمساً وثلاثين كبيرة في ثمانية أبيات قال رحمه الله كالقتل والزنا وشرب الخمر ومطلق المسكر ثم السحر والقذف واللواط ثم الفطر ويأس رحمة وأمن مكري والغصب والسرقة والشهادة بالزور والرشوة والقيادة منع زكات ودياثة فرار خيانة في الكيل والوزن ظهار نميمة كتم شهادة يمين فاجرة على نبينا يمين أي أن يكذب على رسول الله إن شاء الله عليه وسلم وسب شحبه وضرب المسلم سعاية عق وقطع الرحم حرابة تقديمه الصلاة أو تأخيرها ومال أيتام رأو وأكل خنزير وميت وردبا والغل أو شغيرة قد واضبا هذه الأبيات الثمانية أحبابنا من حفظها يكون قد حفظ وميز خمسا وثلاثين كبيرة من جملة الكبائر وقد نظم بعض طلاب العلم بعد أن كان قد حضر في مجلس من مجالس علم الدين في مسجد برج أبي حيدر وكان قد ذكر فيه في هذا المجلس درس عن الكبائر فنظم بعض طلاب العلم عددا من الكبائر نحو خمسين منها أيضا يقول هذا الناظم الحمد لله الذي قد وفق من شاء من عباده إلى التقى ثم أثني بالصلاة والسلام مني على محمد خير إمام وبعد إني مذطلبتم سيدي في مجلس أعطيتم في المسجد أن نجمع المعاصي الكبائرا في بعض أبيات تعين القاصرا في حفظها عزمت حتى يسرا ربي على ما رمتم وقدرا معصية كبيرة ذنب ورد في شرعنا عليه تعليق لحد أو أنه كبيرة أو شدد رب النكير والعذاب أوعد وقد أجاب عالم التفسير بأنها سبعون يا نصير يراد بعالم التفسير هنا ابن عباس رضي الله عنه لأنه كان سئلة عن الكبائر أهي سبع فقال هي إلى السبعين أقرب ومع ذلك إذا عددنا ما ذكر في هذه القشيدة في هذه المنظومة مع المعاشي التي عدها الإمام السيطي تتجاوز السبعين تبلغ أكثر من سبعين يقول كمنع أجرة إباق مكري ترويع نوع عجب ووشم غدري وكتم علم ترك عدل ندبي تحجير نوت غيير أرض نهبي قتال مسلم تكبر وقصد لكاهن وسوء بدعة بعقد وترك الاستنزاه مع إيوائي لظالم تحريش نوريائي وأكل لحم شك فيه وانتسب لغير أصله أخ الإيمان سب ومطل موسر ودعوى باطلة وقطع حجة ولول نافلة وغيبة الصالح واستطالتي في عرض مسلم وكنياحتي وللبهيمة اتخاذ هدفا إتيانها أو حرقها قد عرفا ووطء حائض وحرمان بنظر وأن يطيل ثوبه بقصد فخر وأن يحاكي مؤمنا بهزئي والمال في الحرام أي الرزئي تشبه تنمص وميسري وترك علم واجب تبختري يفتي بجهل وسؤال الموسري تأخير حج للردام قادري حديث قوم كارهين قد سمع واستعمل التبر لأكل لا شبع حكم بغير شرعنا أو منعي مضطر أو مكس بنص الشرعي وأختم الكلام بالصلاة على نبي الله ذي الهبات والحمد للمولى رجاء المغفرة حتى نفوز بجنان الآخرة هذه القصيدة يا أحبابنا من حفظها من حفظ هذه الأبيات مع الأبيات التي ذكرها الإمام السيوطي التي ذكرناها قبل قليل يكون قد ضبط بإذن الله معظم الكبائر إن لم يكن جميعها فمن كانت له همة على ذلك فليبادر إلى هذا الأمر فإن فيه خيرا بإذن الله عز وجل ونحن إن شاء الله سيكون برنامجنا في هذا الشهر الكريم هو في شرح هذه الأبيات يعني نحن سنتكلم عن كل واحدة من الذنوب التي ذكرت في هذه الأبيات ونبين بإذن الله بعض ما ورد في الكتاب أو في السنة عن هذه الذنوب حتى يحذرها الإنسان بإذن الله عز وجل أسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا ذنوبنا اللهم اختم لنا بكامل الإيمان واغفر لنا ذنوبنا كبيرها وصغيرها يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين رمضان فرصة العمر ونور في مدى الدهر ويحكي رقة النهر ففيه ليلة القدر منير في أماسينا وبل يمحو مآسينا ويسري في مآقينا ومنه رونق الفجر